أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بذر عبدالعاطي دعم المصري الكامل للبنان الشقيقة في هذا الضرف الدقيق وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أدان عبدالعاطي انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية رافدا بشكل كامل المساسة بسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستعرض عبدالعاطي المساعي الحثيفة التي تقوم بها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والتهدئة محذرا من وطيرة التصعيد التي تشهدها المنطقة كما استنكر عبدالعاطي قيام القوات الإسرائيلية باستهداف الجيش والمنشآت اللبنانية وكذلك قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ومن جانبه أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن التقدير البالغ لرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر للبنان في هذا الضرف الحارج الذي مر به ترجمة نانسي قنقر